موسيقى الشتان بالأم وبالأب وسباب عالمي بقى موجودة هو حسن مصطفى لعبة داخلية يتهم زميله الصابق في الاهلي محمد أبو تريكا بالخائل زملائي موسيقى لما تلقي الدور اللي نعمله هل نغير توقيتات فترة الانتقالات هل نسمح بإعارات لكن يجبر اللعب على العودة لنا ديء فور عودة النشاط هل يتم تخفيض أقود اللاعبين بعد مخاطبة الفيفا تبريرات الكابتن حسن شحات عقب الانتقالات هل نفتحكي هل نفهموني غلط الملاعب والله حاجة مبهرة مبهرة الكاميرات الحديثة كلها من فوق بتمشي وانت بتلعب كده كلها ماشي عرضي وطولي بتجيب كل صغيرة وكبيرة الناس دي لها ما تشاربت إزاي على التلفزيونات تفرق لا ما تنزعش في بعض المنشاط فعلها الأهلي واصل تألقه وأعجازاته التي يصعب وفقا للمنطق تحقيقها ما أندقت الساعة الثانية عشر حتى بدأ الموظفون في الانصراف من أشغالهم والطلاب في مغادرة مدارسهم قبل المواعد الرسمية إقبالا على مباراة الأهلي وهورشيما التي عوضت الجماهير شيئا ما عن توقف الدوري آملين في ابتسامة ترسم على وجوههم من جديد بدأت خطورة فلية روشيما تبقى من الأطراف فأنا كنت شايف برضو النهاردة كان فيه مشكلة شوية فاجئنا النهاردة سيف زيهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لقورة القدم بتصويح جديد أنه ما اعترف أن كان قبل كده في اقتراح أن الدوري المصري تلاقي في الكويت في شركة ما شاء الله يعني عرضت تعمل الدوري في الكويت كنت أنا بأخذ الموضوع بهزار أعتقد أننا لوقتي نبتنين في الظروف أن نقرأ حاجات كتير ونبص في حاجات كتير والموضوع مش يبقى هزاري خلاص لم أتي إلى مصر للتدريب فقط الآن صار لي ستة أشهر في مصر ولا يوجد نشاط عندي عروض حالية وعلى الرغم من وعدي لبيتروجيت باستمراري معهم إلا أن الظروف الحالية قد تدفعني لاتخاذ قراري بالرحيل أنا زي زي أيه اللي عاد في مصر إن لو الدوري مرجعش يلجع ربنا كرامني بأرضي اللي جاية لي هنشوف الأفضل منها وهمش طيب صعب نقعد المسلم كمش أنها بدوية أفركة بس أنا شخصيا لو الأندية كده لما إتحاد الكورة ما أظنش إن إحنا نقدر نقاضي الحكومة في المسألة بيك أضالعين في شراء الأسلحة وأعداد الأسلحة وأعطاها للمجرمين اللي كانوا داخل الإستاذ أكبروك إنك تقول إيه؟ وكيلي النهاب رفض اللي خلاها تحضر التحية معايا قال لها أنا عندي تعلمات من نايب العام اللي ما ديش حد يحضر مع الشهود مش حتى مسح تاريخه إنه هو يضرب نادي العرب في الظروف الحالية هدف الإنتر استعاد المركز الثاني من نابولي يتقدم بهدف جوارين وأضاف مليتو الهدف الثاني وكافاني أدرك الهدف الأول إن فاش ننقل دوري كامل من مصر أو من أي دولة لدولة تانية أداء رائع خسارة غير مستحقة وخروج مشرف من المنافسة على لقب كأس العالم للأندية نتعب حلوة كنت نفسي تبقى بدر شوية يعني تبقى في ديها مثلا 75 فرصته شوية آه لكن هو برضو كان قلقان بيني وبينك كل شوية واحد يمسي كريب له قال لي أنتوا طلعتوا الكلام اللي إحنا مش قلقين نقوله أمي الشهيد بتنادي وهمه كل ملالين مش ده اللي مات للنادي وقلب طيومها حريم بطولة إيه يا بلادي مكفى يبقى مظليم حق اللي ماتوا لازمين يجيب لهم حقهم لو ما جاش في الدنيا يجي في الآخر دي صورة إسلام مش كريب دي إسلام أنا كنت بقول استثمار كله لولادي شاءية كله لولادي كنت بوديهم في كل مكان وأنا معهم شكرا